المحامين الأوكرانيين في صدد رفع قضية ضد شركة غازبروم الروسية تهدف إلى الحجز على أصول الشركة في جميع أنحاء العالم في حال امتناعها عن دفع تعويضات لشركة نفتوغاز الأوكرانية تصريحه باراشينكو جاء في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الأوكرانية هذا وقامت وزارة الخارجية الأوكرانية بإصدار تعليمات للبعثات الدبلوماسية في الخارج بدراسة وجمع البيانات عن أصول الشركة الروسية ووفقا للرئيس بيترو باراشينكو فإن غازبروم ستنفذ قرار محكمة ستوكهولم وستفي بالتزاماتها بموجب العقد المبرم بين الشركتين ليس لدي أدنى شكا في أن أوكرانيا ستحصل على حقها بالكامل وأؤكد أن هذه القضية ليست مادية بالأساس ولكن لها أهمية جيوسياسية هناك اتفاقية دولية ولها وضع قانوني حازم ويوجد فريق من المحامين والدبلوماسيين الأوكرانيين الذين سيحققون مطالبنا بالنسبة مئة بالمئة اشتركوا في القناة